نتلافى الأمور دي زي خصوصا يعني اللي اللي فينا بيستخدم هدي الأمور برحب بدكتور جمال مختار خبير أمن المعلومات وشبكات الاجتماعية دكتور جمال مساء الخير أهلا بحضرتك أهلا بيك يا عمريبي أهلا بيك دكتور جمال الكيوار كود مشكلته ايه يعني هو الناس بتوقع بس انه هو ده اللي في السوبر ماركت بيقرأ علبة الصلصة ولا برطمان المربة عشان يظهر له على سعره ايه حكاية العصابات او الهكرز اللي بيدخلوا عليها دي لا على علبة المربة اسمه البار كود اه الكيوار كود بيكون شكله مربع ايه المربع اللي عنه السكان ده تمام هو التطور عن زمان بقى فيه كمية كبيرة جدا من التفاصيل يمكن وضعها فيها الكيوار كود وبقى بيستخدم بلا توقف في الصين للصين كلها ايمة على الكيوار كود خلاص البنوك في مصر بتانت استخدمه وتربطه بالواتساب التفاعلي وتربطه بالمحافظ البنكية والابليكيشن على الموبايل المشكلة ان يعني ده كل شيء بنقول ان جرائم تستحدث والهكرز ما بيقلوا ولا يملوا فيه انهم يدوروا دايما على افكار جديدة بنفس السرعة اللي احنا بنشتغل بها الشطارة ان احنا دايما نكون عندنا قدرة على التوعية ان كل شيء فيه حاجات مستحدثة لازم نكون كلنا شكاكين جدا احنا الحمد لله البنك المركزي حامي التجارة الإلكترونية في مصر عن طريق انك لما بتعمل اي معاملة لازم تاخد موافقة على جيالك على رقم موبايلك اللي هو لا يمكن تزويره ولا يمكن يكون مع حد تاني ولكن المشكلة بتكون في اكتر من حاجة المشكلة بتكون لو انت بتعمل تعاملات دولية بتشتري حاجة من موقع خارج القطر المصري او بتكون عن طريق الكيوار كود ممكن اخش ان انا اديلك احدفك على موقع شبه اي بنك بالزبط زي ما كان بيحصل زمان بس بيبقى متقن جدا وبطلب منك بعضك حاجات احنا حاليا بنشوف حملة التوعية من خطورة البيانات وخطورة انك تسيب بياناتك او يقولك ان البنك عمر ما يسألك على ارقام سرية او على الباسورد وكلمة تحديث البيانات طب يا دكتور جمال في مواقع معتمدة للتجارة الالكترونية وحاجات كويسة لكن بعض الناس بتجازف يلاقي موقع بيعرض منتجات وسعرها كويس هيبعتها له يدخل يحط رقم البطاقة الاقتمانية بتاعته ويحط بياناته ويسجل يعمل اكاونت او حساب ويبتدي اتعامل حرك بتقول ان ده قد تكون وسيرة للسطم على فلوسه بالضبط فهو بالتالي اول حاجة احنا دائما بنقول خلي البطاقة اللي بتتعامل بيها مع المواقع الالكترونية خليها ما فيهاش فلوس كتيرة خلي تعاملاتك محدودة جدا تأكد تماما ان هذا الموقع اللي انت بتتعامل معه هو فعلا الموقع اللي انت بتتعامل معه مش انه هو موقع شبيه لي او موقع مزور او موقع متقن غاية في الاتقان وانت بتصدق وبتدفع وبتتعامل وخلي بالك من التعاملات المجبوعة وخلي بالك ان دايما النصابين في خير طول ما الناس طمعها ممكن تلاقي مواقع يقول لك عايزة عرفك ببنات ممكن مواقع يقول لك عايزة ديلك حاجات مش هتعرف تلاقي غير عندنا فلازم تكون يعني واعي جدا لهذا الماضية كمواطن احنا دايما نقول لازم نحارب الامية الالكترونية على كل المستويات سواء مواطنين او سواء حكومة فبالتالي احنا الوقت الحمد لله الى حد ما ماشيين احسن بكتير من خبل في التوعية بالاخطار وبقت الناس فهمة هذا الموضوع اي حد يبعط لك صورة اي حد يبعط لك حاجة مغرية جدا ما توقعش في الفخ وخليك دايما عارف خليك دايما نشكاك يعني الشك في الحياجات دي لازم يكون حاجة طيب المواقع اللي فيها كيو ار كود حد بيدخل على موقع بيلاقي كيو ار كود ده عشان يفتح متصفح ما يعني او يدخل على خدمة ما او يحصل على المعلومة ما حرك برضو بتحذر من فكرة انا اقرى الكيو ار كود بالموبايل اعمل له سكان على التليفون بتاعي لا خليك دايما نشكاك يعني خليك دايما نوعي ما تخشش بسهولة ما تسيبش البيانات لانك في النهاية شئنا ما باينه احنا رايحين كلنا الكيو ار كود لانها بقت وسيلة سهلة جدا لوضع كمية كبيرة جدا من البيانات وتعامل خلي بالك انت مثلا اذا بتربط الواتساب بتاعك عن طريق كمبيوتر بيقولك الكيو ار كود صح مش عايز بقنا زي ما قلت حدك قبل كده الصين كلها بتتعامل بالكيو ار كود فالموضوع مش يعني احنا رايحين لي خلاص رايحين لي فلازم نوعي الناس ان المحافظة الالكترونية والإي والت وتطبيقات البنوك والكيو ار كود دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى كوارث اكتر بكتير من اللي كانت موجودة سابقا احنا دلوقتي بنخش في مرحلة تانية خالص من الكوارث فلازم برضو احنا يكون وعيين جدا لهذا الموضوع عشان هما مش عبطلوا يطلعوا افكار واحنا برضو مفروض دايما نكون عندنا قدر كبير من الوعي قدر كبير من الشك لان خلاص الموضوع بقى يعني ممكن يدي لك كيو ار كود عشان يخش بس يعرف بياناتك ما انا كنت اعلم اسأل حضرتك يعني هيستفيد بايه الهاكر دا لما يحط على الموقع كيو ار كود وانا عايز اعمل اكسس عليه او ادخل على الموقع دا او مجاي اعمله اسكان هيدخل على تليفوني هيستفيد ايه هيلاقي واتساب هيلاقي اسماء في الكونتكس عن طريقك يعني بيعتبرك وسيط ممكن يعرف حاجات كتيرة جدا عن رأيبك واصحابك ومسؤولين في الدولة عن طريقك ممكن يعمل ينشر شائعات عن طريقك ممكن يهاك على حاجات كتيرة جدا فدائما ملاش السؤال بتاعه هو انا مهم ليهم كده ليه اه ناسي بطول كده اه اي حد مهم مم دا لأسف السزاجة دي سزاجة هنوع هيسيب العالم كله ويجعل عبر الله الفطير الى الله يعني وياخد بيانات يعمل بها ايه يعني دا نوع من انواع العتة بعد اذن حضرك اسمحني في اللفظ دا ان هو بيقول حاجة زي كده اللي بيقول حاجة زي كده شكريا دا عتة مغولي اصلي يعني ميدفعش ابدا يطلع من واحد مسك موبايل في ايده وتحصل على قدر من الزكاء انه يتعامل مع جهاز خطر جدا ويعمل حاجة زي كده فطبعا لا هكش شايف للبرجاضي ان الموبايل والانترنت بقى جهاز خطر لو اسيء استخدامه احنا دائما نقوله يصلح زي وحدين بس بجاهلنا بنؤدي الى بجاهلنا انه يبقى في كوارث من هذا الموضوع يعني بعد انت داخل في مراحل تانية انت داخل تيك توك بيخش على كل حاجة بتاعتك وانت موافق فيسبوك بيقولك انا هسألك فيه ما يعني انت خلاص انت مستباح لدرجة يعني شنيع جدا دا عجل لازم دايما دكتور جمال حرك بتقوله بالزيئة مهمة اياما اياما بنيجي مثلا انا بنزل الابليكيشن مثلا عشان اي شيء والاقي عشان اقدر ادخل على الابليكيشن لازم ادوس اي اجري موافق ولاقي فتحلي اعمل احاول اقرأ ولاييجي مثلا اربع ورقات في الوسكاب طيب فالناس بتدوس اجري وموافق وعايز اخلص وخلاص خطورة دا ايه دي الكارسة اعني انت عندك حلين اول حل انك تاخد الكلام دا كله كابي وترميه على جوجل ترانسليت وتقراب العربي اذا كنت خايف على دا كتير وفيه حاجات غير مفهومة ما هي ما احنا بوحدك لازم تكون دايما واعي ودايما تشاكك ان الحاجات دي اغلبية الصفحات الكثيرة دي بيكون هدفها غير بريء وفيه مواقع زي الفيسبوك الفيسبوك مترجمة مترجمة للتفاقيات دي عشان تقراها لازم تقراها يعني ما تقولش انا مش مهمة اوي ليه لا انت مهمة جدا انت مهمة انت بعدين ممكن تبقى مهمة كمان يعني مش بس كده انت انا لما بعمل حكاية الحكاية اللي اسمها البيج داتا ان انا باعرف اعمل بروفايل عن عمر بيه كل حاجة عنه بيتعامل ازاي بيخرج امتى بيصحط الساعة كام بيفتح المبالي بتاع بيبص فيه ايه رسائل كل الحاجات دي كل حاجة فان كل حاجة ممكن توصل انك تكون يعني عرضة سواء لحضرتك او ممكن واحد عادي جدا بعد عشرة سنة يبقى وزير بس انا من بذري عماله ادله او ممكن هو مش هيبقى وزير بس صاحب 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 خالد مش عارفين اهيبقى مش هينشنوا يعني ما هو ما هما بينشنش يا فندم وبيرمي بيفرش ام يعني وبيعمل حاجات كتيرة جدا واللي يصادف معاه بقى يطلع له الملف بتاعه يطلع له يتحكم فيه يتحكم في بلد كلها يتحكم في عن طريقه يعمل اشعاد عن طريقه يعمل فيروسات عن طريقه يعمل كوارث طبعا يا فندم احنا في مراحل دلوقتي الحرب بقيت على المكشوف موضوع بقاش سهل بالستزاجة اللي كانت موجودة من عشر سين رغم من عشر سين كانت برضو وضع خطير احنا دلوقتي الحرب على المكشوف موضوع التقدم التكنولوجي زي ما حرك لسه الناردة الناس الطيبين تكنولوجيا زي حالاتي يعي يتعبوا كده لا ما هو لازم يعني يبقى يبقى حملة قومية لزيادة الوعي الالكترونية ومحي الأميه الالكترونية وزي ما كان في زمان سنة تلاتة وسبعين معلش كان اسمه اعرف عدوك يدي لك نصايح ويقول لك عدوك هيتلو منك ايه عدوك يعمل فيك فاحنا مفروض ان احنا دايما نحط قواعد كل شيء تتجدد عن المستحدثات اللي ممكن تحصل او انا ممكن اقول لكل واحد انت ازاي تكون سبب في كرسة يعني ازاي انت تكون وسيط في كرسة ازاي تكون عدوك يعني هتوقدي الكرسة خطر مهم جدا يعني انا حقيقة باشكر حرك شكرا جزيلا دكتور جمال على المعلومات المهمة دي وجود حضرتك معانا